السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبا وجدكم في فيديو جديد سوف نشارك معكم هذه الفطائر هائلة في المدق بحشو وجهة اقتصادية سوف نعجبكم وقوموا معنا لاخر الفيديو بشوفوا المقادر وطريقة التحضير مقادر البنات نحتاجه 400 جرم تخيخ ونضيف معلقة ونصف السكر ونضيف شوية الملحة ونضيف نصف خميرة خميرة حمراء نصف معلقة ونصف ونصف معلقة خميرة حبيبات ونصف ونصف نضيف نضيف معلقة الخل أبيض هذه العجينة سوف نضيف نضيف العجينة في الفطائر أي حشوة انتظروا نضيف ونضيف الفطائر سوف نضيف حسنا حسنا الآن هي اليوم. إن شاء الله سنستعمل كبيرة. سنفورها. من بعد ما عجنت العجينة مزيان. كما قد شوفوا. هنأخذ شوية ديل الزيت وغندهن به القصرية. وباش ما تلسقش لنا العجينة. وكتخليها تخمر مزيان. ندهن مزيان القصرية. وندهن عجينة من الفق. ونغطيوها ونخليوها تخمر بمن وجدو الحشوة. بالنسبة للحشوة البنات كنحتاجوا فيها. كناخذ البنات البرماء وقديرو فيها شوية ديل الزيت. إلا عندكم ورق سيدنا ملسا. يمكن لكم تديرو. من بعد كناخذ الكسكاس. يمكن لكم تديرو فيها الكغيلة ديلنا. بالكسوة. سوف يمكن لكم تديرو عليها. هاي البنات من بعد ما طبت. كنتبه لكم إلى تحلات الكغيلة. را صفي طبت وقد يدخل فيها الموس. هكا. را صفي را طبت. كانت فيو عليها البنات. ونخليوها شوية تبرد. باش ننقيوها. الضغية كتوجد يعني ما كتاخدش الوقت بزاف. تقريبا عشر دقيقة تل ربع ساعة هكا. نخليوها تبرد شوية. بعد غنقيوها. انتم كما كتشوفو. بالنسبة لهذا الكغيلة في هاد طريقة عادي. يمكن لكم تديروها في طاجين. مع شفية دي الماطي الشوبس لا والربيع. والعطرية دي الحوت كتجيها إلى البنات. كتجي زوينا. ومع ورق سيدنا موسى. اولا يمكن لكم تديرو بها بيزا. اولا الفطائر هكا تعمرو بها الفطائر. كتجي رائعة. اقتصادية وصحية. حسن من هذا المعلب. يعني صحية. ومع شلدة. يعني كي بزاف دي الاستعمالة ديالها. انتم بعد ما نقناها. هاي البنات. من بعد غنفرتطوها. باش نخلطوها مع. اه. الحشوة. باش غنعمرو الفطائر. انتم ما. هاي الشكل هادا. ونخلوها على الجانب. بالنسبة للحشوة. وكن نحتاجو فلفلة وشوية ديال زيت مقطع. وشوية ديال البصلة. كنضيفو عليهم وشوية ديال زيت. كمون يعني العطرية ديال هادا ديال الحوت. كمون خرقهم. وكنضيفو. تحميرا. ابزار. وتومة محكوكة. وشي ديال ملحة. ونخلوها هادا. تحر مزيان. مكتاخدش الوقت بزاف. ونخلوها تبرد. ونضيفو عليها ديكابايلة اللي نقينا من قبل. ونصفين ونعمرو بهم الفطائر ديالنا. هي العجينة البنت من بعد ما خمرت. ونقسموها على الجوج. هاد الشكل هادا. ونغطوو العجينة الثانية. مش متشكش لنا ذيك القشرة من الفوق. ونقرسو هاد العجينة. السمك ديال هيكون رقيق شوية. كما كنتشوفو. كنا اخدو شي زلافة تكون كبيرة ولا شي تبصري يكون كبير شوية. على هاد الشكل هادا. ونشكلو دوائر. ونقطعوهم بالجرارة. على هاد الشكل. صافي ديك العجينة اللي هادا. آآ كنجمعوها ونقوروها مزيان. ونغطوها ثاني بالبلاستيك باش نعود نستعملوها مرة ثانية. ونقطعوها مزيان. بالشكل هادا. وغنقسمو هاد الدوائر يعلاجو نديرو شريطات على هاد الشكل هادا. بسمحو لي يا ولدي ما بغاش هادا يخليني اني ناخده. كما قطعوها لوليدات كديري. بالنسبة له الحشوة خلينا تتبرد. وبردات مزيان. غاد اغان نبدو نعمرو بها الفطائر. هاد الشكل هادا. كنديرو شفية دي الحشوة كنديرو شفية دي الفرماج محقوق. نبدو نلويو بهذه الطريقة. ننتمو. هاد الشكل هادا. هاد الشكل هادا. نستطيع تابعها. نعمرو بسيطة كما ترون. مقاون دورو من بعد ما سألين البنات نبدأ للعجين أخذه صفر بيض نخلط مع خل ونزل بالعجينة سوف نشعله على الفرنة ونقوم بطائر ونقوم بطائر ونقوم بطائر ونقوم بطائر وانقوم بطائر ونقوم بطائر ونقوم بطائر ويتقلم youtube ونقوم بطائر والشكل ديالهم سوف يكون نحيدهم من فرنة سوف يتحملهم زيان وطابوا من تحت ومن الفق تحملهم زيان سوف يكون نحيدهم ونضعوا لطة الثانية نتمنى أن هذا الفيديو ديالي وإن شاء الله هنا لإعجابكم ولكن أول مرة تشتركوا في القناة مع لكم تدخلوا لقناة مع لكم أغير تضغطوا على ذاك المربع الأحمر وتفعلوا زي الجرس باش دي ما توصلوا بالجديد ديالي ما تنسوا جدي رجيم الفيديو وتبرتجوا على شلام حبابكم ونطلقوا إن شاء الله في فيديو جديد في وصفة جديدة إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم وحضر الله تعالى وبركاته